محبش موضوع لي عاطفي او جواز انا كعماري اتاعرف بتقز جدا بتعرف لك حاجة قبل كده انا اتعرف له حاجة ممكن اا اه حاجة تعرف حاجة قبل كده زعلتا لما تعرفت اه اه زعلتا لما اتعرفت لإن كان مرضوضة عند الناس مش كويس يعني الناس استقبلتها ما عارفش الناس شافت الموضوع ازاي تفتكر شافت الناس عارفت ازاي اصلا الناس عارفت ازاي مش عارف مش عايز احكي المواقف الناس عارفت او بدأت تعرف ازاي مش انا اصلا انا في الفترة دي ما كنتش ممتزن نفسيا ليه كنت تعبان نفسيا عندي مشاكل كتيرة ما بنامشي غير بأدوية ومهدئات فانا سلوكي كان مش مصبوط لعنة لأدوية طبعا 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 أدوية ومهدئات دي كنت عامل ازاي كنت مأسطرة عليك ازاي الأدوية والمهدئات لا كنتت ممكن مثلا تاخد مني فلوس مبلغ وانسة خالص ممكن تكوني معايا النهاردة بسجل معاك وبكرة انسة خالص انا عملتي ايه او اسجلت ايه او قلت ايه خالص 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 طب حدك انوصف لك الأدوية دي ولا انت من نفسك مش عارف تنام وعندك إرهاق وعندك أرق لا للأسف انا خدتها عن دون علم وبعدين كان في ناس بتوصف لحاجات طبعا مش دا كترة فدخلتني في سيكاك مش حلوة اه وده أصر عليا في شغل الحمد لله ده أصر جدا في شغل غني ملك على فكرة في ناس كتير بتخوش المتاهة دي بطرشد فوق منها بس انا اصلي الموضوع قلب معايا بي لا موضوع معايا يعني قلب معاك بتحدي هاخلص لا لا خالص سيريت بتحدي ده يعني قلب معاك بزعل مع ناس يعني بدأت اللي انا بقي موضوع من كتر منتبه بقاش بأسطر فيك مثلا باخد من عماتهم ما بنامشي فقال معاك بها الوسع يعني مرة قبل كده مثلا مدير اعمالي راح جابني من عالدائري وانا كنت خبط العربية وتاني يوم لما روحت نمت وصحيت ما كنتش عارف لا عملت كده شكرا اه ففين عربية تحت مش لقيها فكلمت وليه تاني انا ما اتصل لي ايه اللي حصل قال لي ايه اللي حصل ايه ده وده اصر على فشغل خلي بالك جدا السنة دي او السنة ونص دولا اصرت عليك فشغل اه الحمد لله بس اطلعت يقولوا ان الستات اعتاب وقرف اه طبعا كانت ايه اعتابتها وحشة ارفتها ما كانتش احلى حاجة اه ما عرفش والله ممكن وممكن برضي يكون الغلط من اللي انا عملت في نفسك عملت في نفسك انا ما اقولي انا جيبت سريت حد انا بكلمك تجربة كانت في حياتك هل كانت فتحة خير عليك لا ليه لا اه يعني اسباب كتيرة زي ما عرفش مفروض الانسان اللي معاك مثلا لو لقيتك بتميلي تعدلك ما تميلش معاك بتميل لحية الغلط مثلا فهي لا تقولك ده كده اه يعني مثلا انا مثلا مثلا لو اديك مثلا نازل مثلا الشغل تمام فجيت انا لو انا مثلا مرتبط بيك فجيت وقتلك انا يا اميرة لا مش هنزل انا مرتبطة اه ماشا اه اه انا قلت مثلا مثلا ماشا فجيت وقتلك انا مش هنزل الشغل اه وتبقى اه تشوفك هتنجح ازاي وتفكر معاك بالضبط كده بالضبط كده بالضبط لا ممكن لا اطنش سيبك انت كاكا تعبان انت كاكا كده مش عارف ايه انت كده 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 مش عارف مشكلة ايه لا ابدك امثلة تمام ف لا كان التجربة مش حلو علي ام ام يعني كان اللي تسلي فيها اكتر من الاجابة كتير ف مين انت خدت قرار ان التجربة تنتهي انا طبعا انا انا فيش تجربة في حياتي يعني انا بتساب انا لازم افصل انت قلت ايه سايكا قلت لي هنهي التجربة لي او مش تكلم خلاص انا بقع اه انا بغرق جوا نفسي انا مش دي نسخيتي اللي انا عارفها انا ما كنتش كده خالص حقيقة بس اللي حولك بالطريقة دي بقى انت حبيت فعلا اكتب عليك حبيت اكيد يعني حبيتها فعلا اكيد طبعا حبيتها بس حاسيت ان التجربة سيئة اه يعني ضرتك اكتر ما فادتك اه طبعا يعني قلبك ما اصطرش على عقلك عقلك لسه هو اللي لازم يسوق الموضوع مضبوط انا 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 بقول دايما ربنا حبيبي ربنا ده يا اميرة في كل موقف في حياتي كنت هقع فيه شلن كل هدري في حياتي انا اه كنت يعني هتدمر فيه بصي يا ربنا ده يعني ممكن ما يكونش عشاني ممكن يكون عشان نومي ممكن يكون عشان اخواتي ممكن يكون عشان خير بعمله ممكن يكون ممكن يكون عشان فرقتي براعي ربنا فيها اه ربنا دايما بيصحيني في الوقت انا بفوق نفسي وبي انا عندي دايما نفس اللوامة دي شوف الستات مهمة ادي شوف يعني في ست تدخل حياتك يبقى شغلك احسن وعلاقتك بالناس احسن ودنيتك حلوة وفي مش بكلم عالستات بس على فكرة الاشخاص اللي بيدخلوا حياتنا وفي تاني حد يخش حياتك شغلك يبقى أوحش وعلاقتك بالناس طموز يلغبط لك الدنيا عشان كده الواحد لازم يبقى مركز محاوط نفسه بمين وهقولك حاجة والله برضو مهمة مش بس في حاجة طول ما انت بجد يا اميرة بجد دخلت يا ربنا في اي معادلة في حياتك هتمشي كويس لو دخلت ربنا طرف في ميزانه في اي حاجة في حياتك مصدقيني بتمشي كويس لو لغيتي ربنا بجد من مثلا مثلا من علاقتك وانت عملتي ربنا ممكن يكون في حساباتك بعلاقتك مع الناس لا لا مش قصدي يعني انا قصدي مثلا ممكن يكون في علاقة نسيت ربنا عملت حاجات حصل اه طبعا كلنا مش انا بس طبعا اكيد اكيد فربنا بيديكي بقى قلم بيكسرك بيوقعك عشان عايز يسمع صوتك تاني عايزك ترجعي له تاني عايز يقول انت مش كده يعني انت مش كده انت انت ليك نسخة تانية غير اللي انت عليها دي ترجمة نانسي قن hacاتذها بيكسخوص